تخبنا الوطني الاول خاض مرانه التاني بحضور بقى كابتن محمد صلاح كابتن عمر مرموش كابتن احمد حجازي وكل اللاعبين المطرق حامد النجوم الكبار يعني كلهم كانوا متواجدين في المران الدكتور اشرف صبح وزير الشباب ورياضة ايضا بنشكره على مجهوده في حضور الجماهير في مباراة النادي الاهلي دكتور اشرف والله جماعة بيفذل مجهود غير عادي وبتعرض لهجوم مش طبيعي لكن الرجل والله بيشتغل بيعمل حاجات كتيرة جدا قد تكون في هدوء وفي صمت لكنه امر جميل عجباني اول اتوبيس عجباني اول الصور اللي على الاثوبيس عجباني اولي بقى خلاص ان احنا نقول الفراعنة لانه كل ما بنروح افريقيا بنلاقي الاسود وباللاقي التمسيح وباللاقي الفهود وباللاقي مش عارف ايه فعجباني اول فكرة بتاعة انه الاثوبيس بقى الفراعنة وده الشعار بتاع منتخبنا الوطني ان شاء الله منتخبنا الوطني قادر على الفوز بيئة اللقائين خصوصا انه سيتواجه الى ملاوي يوم 26 بطيارة خاصة لمباراة العودة كل التمنيات لمنتخبنا الوطني بيئة التوفيق باذن الله خلينا نروح لكابتن حازم امام عدو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم وهشام صلاح نجم منتخبنا الوطني الجديد بس قبل ما نروح انا اكتشاف كهربا في الصورة ريت ترجعهولي تاني اهو حلو اهو كهربا هو في ناس رحية حطت صورة كهربا مع فيتوريا وقال لك ايه هذا الاستفزاز استفزاز ايه مدرب المنتخب بيقابل لعيف المنتخب قابل كهربا وقابل هاني وقابل هشام صلاح اول مرة ينضموا تحت قياته في المنتخب هو ايه نوع الاستفزاز اللي هنا هل ده في استفزاز هل ده في يعني خروج عن النص هل ده في حاجة جديدة يعني ده هو الراجل عمل سبع معسكرات في السبع معسكرات عمل كده مع كل اللعيبة هو جماعة احنا الجنان وصل بنا الى هذي الدرجة لا فوقه فوقه واللي مش عايز يفوقه نفوقه واللي مش عايز يهارف نعرفه ايه يا جماعة استفزاز ايه يا جماعة يا نهرب يد مدرب بيستقبل لعيف في المنتخب وهي عادة الراجل اللي عملها مع كل الناس بقت استفزاز طب لو لعب في الماتش يبقى استفزاز طب لو سجل جون ولا اتنين ولا ساهم يبقى استفزاز طب لو كان ليه دور في فوز منتخبنا الوطن يبقى استفزاز يا جماعة في ايه لا يعني الخبلان ما وصلش بنا للدرجة دي التعصب ما وصلش بنا الى هذي الدرجة